اشتركوا في القناة اشتركوا في المناصب العلية وليشدوا المعارضة وليحوا لها الارض 100% لكن السخلي الجامعي حالة خاصة ومتمرد مليون وحالة انسانية مغربية نادرة بالطيبوبة والغضب اللي فيه ومحب الكبير لبلاد كيف ضغب لا خوف وكيف يكتب بلاد خبية وكيف يقول بلا خوف الحزب الوحيد اللي في المغرب هو حزب المخزن في كل مرة كيكتب كي يجلب رأسه صدع الرأس اختار الكتابة ومزاولة مهنة الصحافة وما بغاش يكتب ما بغاش يبقى كاتب موكية فجل الخمسة ديال النجوم بالعاصمة الرباط ويبيع حنكول السلطة راقب السلطة وهو شد فراجل المغرب وظل يستقبل الصحفيين شقة المتوضعة بالرباط بمتسامة ساطعة تخفي تعب السنين وضمور القلب ومقاومة المغرب اللعين ببسالة هو الصحفي خالي الجامعي اللي توفي عن عمر 73 سنة يوم 3 1 يونيو 2021 شكونا هو كيف يجدير المواقف دياله خليد بدل ما صار المهني دياله كموظف وزارة التقافة شوية هو يقرر يخلي المكاتب المقيفة وينزل الصحفة وبقى متشبث بها حتى الآخر نهار في حياته حتى عايز طوله أعطاه الصفحة الثقافية في جريدة الوطنيون تابعة لحزب الاستقلال وكان في اللجنة تنفيذي لنفس الحزب ودائما كان صداع روينة في المحط رجله وتعرض الأول مرة للاعتقال خلال 1873 بعد منشر صورة لأمير مولا رشيد قرب دفله متسويل بأحد شوارع الرباط دوز فيها وحد بركة ديال الحبس ست شهر وكانت بسبب قلبه من اللي يصار كيف ما قال في المذكرة دياله متهم حتى تثبت إدانته بعدها تجربة سيجن والخرج واللي دوزها بمرارة تمنع خليل من مزال والصحفة وعانى معاناة شديدة وبالزهر فضل الفطره وتسدو عليه البيبان في وجهه ورجع بعد مدة إلى جريدة الأوبينيون الأخر السبعينات حيتكلف بالصفحة الدولية وكان متخصيص في قضايا الشرق الأوسط زعمية بعد وحد شوية الصداع وكان خليل الجامعي مقرب من جبهة التحرير الفلسطينية كان راحل صديق مقرب من خليل الوزير أبو جهاد وهاني الحسن الذي اعتبر المراعي الأول لمؤسسي لحركة الفتح الفلسطينية ومن خليل الوزير تعيين سافر لفلسطين في إيران انتقل خليل الجامعي إلى طهران لتغطية أحدث ثورة إيرانية وكان أول صحفي مغربي يغطي هذا الحدث البارز عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين خليل الجامعي كان قريب بزاف من قيادة جبهة تحرير الفلسطينية وطلبت هذا الأخير من حزب الاستقلال المغربي بيستدر صفحة خاصة على أشغال الجبهة وكي يتكلف خليل الجامعي شخصيا بها كان خليل الجامعي أول صحفي عربي يحاول جنرال إسرائيلي خلال اجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين كان عدو اتصالات قوية مع القيادة الفلسطينية رتبت اللقاء مع الجنرال ماجور في صفحة الجيس الإسرائيلي ميتي بيلد وتم اللقاء بيريسانت الف وتسعمائة واثنين وثمانين وحسب ولده ببكر الجامعي اللقاء تم بطلب من ياسر عرفات شخصيا تعرض صحفي خليل الجامعي بعد نشر الحوار لحاملة شديدة من الانتقادات العنيفة وصفوه بالمشجعة لتطبيع مع القيادة الإسرائيلي بسبب المقابلة التي أجراها مع الجنرال بليد لغير مواقفه وأصبح يؤمن فكرة السلام من أكثر التحديات والصعاب اللي وجد خليل الجامعي ما قالت حليلي لأن قضية مجهد زايد لا دوس فيه بزاف تناول فيه بعض الجوانيب السياسية والداخلية المغرب والبلاد ورفض فكرة التعدد فكرة التعدد الحزبية الوهمية وقال بأن الحزب الوحيد اللي هو حزب المخزن وهو يغضب عليه إدريس للرصري ووزير الداخلية بعد ما تنشر لما قالوا ماذا تروينا بتصل دريس البصري بالجامع وطلب منه يجي للمكتب عنده بالزربة ولما دخل خليد الجامعي للمكتب قال لي يا البصري بأنه مجيء في المقال ووزيره ماشين مزيان وزاد الرجل القوي فايد الحسن الثاني كي يوبخوا أش كنت حس الجامعي بهذا الواقع بالحقرة بزاف من اللي خرج طال عليه الدم ويكتب الرسالة الشهيرة أش كنت اللي تردد جه كبير وتعاطف كبير مع الصحفي خليد الجامعي بعد انسحاب إدريس البصري من الحياة السياسية وهرب لي باريز التقى بوكر الجامعي ولده وزير الداخلية الأسبق في باريز ونقش معه مضمون الموحدات اللي جمعاته بالواليد ديالو في المكتب ديالو وقال لي هالبصري الباكر هضلمني بزاف خليد الجامعي رغم المواقف والمعارضة ديالو اشتغله الدق سيرة مع علي الهيمة مني كان في وزارة الداخلية ونضع عليه من حالة من هنا ومن لهيه وقالوا لي ايش هات شي اللي كدير ثم اشتغل يعني من الأقليم الجميلة في جريدة الجورمال والصحيف اللي أسسها ولده وبركر الجامعي خليد الجامعي من موليد 1948 زمن النكبة العربية ظل هاز بزادي الهموم بسيط في الباس وفضرت ومتواضع ومدافع عن البسطاء والفقراء ومهنشين خلا راديل دريري بوكر حمودة غيتو صارة صحفي خليد الجامعي كي يعتبر ولا يعتبر من خلال الصحفي للمغاربة خلا بصمة واضحة في الصحافة المغربية بالمواقف دياله وتصريحات النارية دياله وفي مقدور السلطة وما باعش عنك وذاز من الصحافة الحزبية بالصحافة المستقلة ومن المؤسسين دي الصحافة المستقلة واعتبر بأن الصحافة أدات من أدوات الالتزام بقضاء الشعب والوطن سخليد الجامع رحمه الله كان صحفي لامع وشجاع وصادق كان عاشق لهذه البلاد وكي يموت عليها وبغاليها الخير احتموا اللي امانة دا امانتو